يحتفل المسيحيون اليوم بالجمعة العظيمة حسب التقويم الغربي حيث تقام الشعير الدينية في مدينة القدسة بدءا من درب الألام أو ما يعرف بدرب الصليب في أربع عشرة مرحلة من المكان الذي بحسب التقليد التقى فيه السيد المسيح مع بيلاتس البنطي حتى المراحل الأربع الأخيرة في كنيسة القيامة لكن هذا اليوم خلت تماما من حضور المؤمنين وإقامة شعير الدينية داخل أسوار البلدة القديمة بسبب تفشي وباء كورونا حيث اقتصرت شعير الدينية على عدد قليل من الكهنة الذين ساروا درب الألام رافعين أدعية وصلوات فردية وأبقيت أبواب كنيسة القيامة مغلقة للمرة الأولى منذ مائة عام واقتصرت صلوات على الكهنة والرهبان داخل الأديرة وبثها على قانوات التلفز ومواقع التواصل الاجتماعي في غضون ذلك دعا المدبر الرسولي بير بيتسابيلا أثناء وقفها أمام كنيسة القيامة في القدس احتفالا بيوم الجمعة العظيمة للصلاة من أجل مرضى وضحايا فيروس كورونا في العالم أجمع موسيقى